اشتركوا في القناة 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 إن هم يصعدوا فعلاً يعني فطبعاً أول ما كلموا يعني يعني هو النادي ده كان وشه حلو عليه من الأول برضو كنت روحت عن طريقه دوري ممتاز اللي هو في حرس الحدود طبعاً فروحت وقلت أخذ التجربة تاني وأحاول تاني وبصراحة أنا تعبت لها تعبت لها يعني حتى أنا كنت بعض مع اللعيبة تقولون بصنا عندي 34 سنة بصنا نتموح أرجع دوري ممتاز فحست إن اللعيبة برضو عندها نفس الطموع يعني هم اللعيبة برضو كان في الأول يقولوا ده مكشى بيهجس علينا مش عارفين 34 سنة بصنا نتموح أربعة وثلاثين وهي لعب دوري ممتاز إزاي يعني 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 عايزي لعب دوري ممتاز إزاي بس فعلاً الحمد لله لما بتتعب فعلاً ربنا بيديك صح يعني ربنا إدي هلي رجعني تاني أرجع تاني ألعب دوري ممتاز وانا عندي 36 سنة حيلاً فا ما عليتش بقى عادة يعني لما الفرق بتسعب من درجة تانية يقول لك تبتنمش بقى اللعيبة كبيرة لنجيب لعيبة دوري ممتاز ما عليتش إنه حد بينك وصين كده يبيعك بقى يقول لك لا خلاص إنت عملت اللي عليك مش تكمل معناه بصراحة عمري ما توقعت إن حاجة زي دي تحصل لإن أنا كنت بتعب فكنت شايف نفسي أنا برضو أبعرف أقايم نفسي والمداربين في نفس الوقت برضو بقايمني أنا بالنسبة لي بأخذ التمرين زي المتش ممكن أتكلم أنا كمان على الحتة دي طبعاً كفت المكشة درغة الوقت ناس بتكلموا يعني فاكرينه إن هو لسه سنه صغير قوي بيكلموا على طول وكل أو حاجات كده راجل يعني ما شاء الله ما جوده في الملعب مش طويل طبعاً حاجة محترمة يعني جداً بس في حاجة في حاجة غريبة جيل التمينات ده اللي هو 84 و 85 و 86 و 80 كلهم هما لحال الوقت بيلعبوا بقلبه وبروحه ومسكين في الملعب في بعد كده جيل جيه كده اللي هو إيه من هو عنده 25 سنة بيبقى يبطل لإن الجيل ده تأسس صح الجيل ده تأسس صح وكان يعني أنا أنا كواحد تأسست في النادي الأهلي أنا لأ كان برقم واحد عندنا أنت تلعب بروحه وقلبه ورجوله في الملعب دي رقم واحد بعدين الفنيات صح فدي اللي بخلت بتطول عمرك في الملعب وتخليك خلاص أنت تعودت على حاجة فبتفضل ماشى على السيستم ده تول حياتك بس فربنا ادهالي ده وخدت الممتاز طبعاً كابتونيش كان عندكم مباراة حلوة أوية عملتها قدام نادي الزمالك واتخطفتوا فيها برضو من المباراة طبعاً اللي زعلنا عليها جداً في مباراة كتير أوية يعني إحنا لو كنا لو كان فيه شوية التوفيق كنت أتلاقينا إحنا في حتة تانية خالص حتى تشوف ماتش المحلة مثلا ماتش المحلة الشوت التاني كله بنلعب عند المحلة في ملعبها مهاجمين طول الماتش بس هوا ما كانش فيه توفيق حتى ده بحنا عجل بنحاول نفوك العدب التوفيق ده بقي حاجة بس متأكد إن شاء الله طالما إحنا بنتعب يعني ربنا مرة واحدة هيفوك كل حاجة مش عالان مش حاس إن الموسم عمالي يهرب طبعاً إحنا دلوقتي يعني مش 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 في أحسن حتة بس طالما منتعب بنعمل اللي علينا في يعني خلاص ما ما نقدرش نعمل غير كده نعمل اللي علينا وأكيد ربنا هيده لنا أو حتى لو ما دهناش دلوقتي هيده لنا في حاجة تانية طيب تكابتين الفرقة عندك أحياناً حاجتين مع المدرب طبعاً بتواجههم الحلال مع نوال الفرقة إن أنت تخاف إنه في أي لحظة تهبط خلاص أو يحصل اليأس والحاجة التانية إنه إحنا دلوقتي في نص الموسم وفي نص الموسم ده فيه سوء انتقالات يعني فيه فرقة بتتكلم مع العيبة معاك فيه أو بتتكلم معاك هو لسه كمان يوسف بيقولي بتكلم مع كل العيبة يعني وفيه العيبة بتفكر تمشي وفيه العيبة بتفكر تقعد فالتركيز بيقل وإنت أصلاً في وضع صعب الأمور دي كلها بتتعاملوا معها إزاي الحاجة اللي الواحد بيحاول لوصلها للعيبة إنه لما تروح نادي كبير هتفضل كبير هناك يعني إنت دلوقتي إنت لو روحت وإنت مقعد الفرقة غيراً لما تروح نادي وإنت مهبط الفرقة فدي بتفرق تفرق ما بيني اتنين حتى إنت لما تبقى رايح الفرقة وقفة إنت بتبقى رايح عندك سكة في نفسك في الناس اللي إنت دخل عليهم فدي بتفرق مع اللعيب حتى في سعره كمان يعني لو اللعيب سعره مثلاً 2 مليون ولا 3 مليون لأ لما يروحوا هم قاعد الفرقة ياخد عشرة مليون. مهم. فدي الحاجة الواحد دايما بيتكلم مع اللعيبة فيها عشان ما حدش دماغه لو يقول لا خلاص ما كده كده بقى هروح حتة تانية مش عارف ايه الكلام ده كله. لأ. يعني هم الليزم برضو بحطيني الموضوع ده في دماغهم. صحيح. فدي الحالة المعنوية بقى لما بتهبط شوية في الكصة بتاعت انه النتائج متأخرة شوية انت مكانك في الجدول في مكان صعب. اكيد في لعيبة صغيرة كمان معك في الفريق بتهبط تقول لك لأ ما فيش فايدة مش هنكسب. والحظ كمان لما بيعندك بتخليك تهبط اكتر. هو الحمد لله طبعا اللعيبة كلها ما عندهاش الموضوع ده. الحمد لله. يعني حتى احنا داخلين نلعب احسن فريق في افرق النادي الاهلي. الموضوع الجاي لأ احنا راحين عايزين نكسب. مم. يعني الموضوع واصل اللعيبة لأ احنا راحين نكسب. مم. ليه ما كله شواه بعض. مم. احنا كنا متعدلين مع الزمالك وكنا هنكسب الزمالك بس ما فيش ناصيب. مم. فليه ما نعملش اللي علينا وان شاء الله نكسب. مفيش باي مشكلة. يعني انت انتم تارجتيني انه تكسبوا الاهلي المطش اللي جاي. طبعا احنا كل كل اكيد طبعا احنا اي مطش دلوقتي داخلينه احنا عايزين نكسب. عشان نطلع من اللي احنا فيه. مم. احنا مش هنطلع من اللي احنا فيه ده غير بمطشين مكسب. مم. احنا عشان نعدي نبعد من الثلاثة اللي تحت. مم ما هتش ندور حتى لو من εنهم الاهلي. حتى لو منهم اي حد. اه. يعني احنا حتى لعبنا لعبنا بيرامدز لعبنا هنهم في احنا في الربطة وتفعلنا نتيجة ايجابية. صح. اه ممكن نادي الاهلي هو اللي لسه ما لعبناهمش من اول فرق الوحيد اه من الفرق. اه. الفرق عنا بيرامدز والزمالك. احملنا بيرامدز والزمالك. والزمالك عملت مبراه كبيرة. بالزت.啦z عملت مبراه من غير الدوليين هيفرق معكم طبعا شايف ان دي فرصة ما بيجيش كل يوم ان انت تلاعب الاهلي كمان مضغوط بعد بطولة افريكيا فطبعا لازم لازم نستغل الفرصة دي ونستغل الدغوط هتبقى عليهم اكتر من علينا طبعا فان شاء الله وكمان كابتن علاء عبدالعيل بيقرى الفرقة الكبيرة بصورة كبيرة جدا بيحفظنا دايما طرق لعبهم بفيديوهات بكل حاجة فان شاء الله نحاس ان احنا بيزن ان انا نعمل نتيجة كويسة بيتقال دايما انه اللاعب بينزل مباراة الاهلي والزمالك دي بيدي 200% من قواته ده بيبقى حقيق ده حقيق ده كمان حاجة يعني تحفزنا اكتر وتخلينا مشتعدين اكتر للماتش واني بقى عايزين نعمل اكتر انت بتلاعب نادي زي النادي الاهلي فطبعا اللعيبة كلها بتبقى جاهزة للماتش ده اكتر من اي ماتش تاني طيب انا عايز اتألك السؤال ده بخبراتك الكبيرة ليه اللاعب لما يجي اللاعب قدام الاهلي والزمالك دي 200% من قواته رغم ان انت اصلا الماتشات التانية لو ديت فيها 200% من قواتك هتجمع نقط وتبقى الدانية سهلة ويتقال بعد كده الجملة الشهيرة ده لو استن بيلعب كل المباراة كده ده ممكن يبقى بينافس على المربع الزعب على اي فريق يعني بالضبط اي ليه بصوا انت بتلعب النادي الاهلي كل اللاعب بيبقى بيحط في دماغه لا انا ليه مكنش موجود في النادي الاهلي ليه الناس دي احسن مني في ايه فانا هطلع كل اللي عندي وبالزيادة كمان فهي ساعات بقى ممكن واحد بيقى موفق اللي بيقى موفق بيقى موفق قوي واللي بيقى مش شاف بيقى مش شاف خالص صح صح يتضلم يتنور بالضبط فكل واحد بيبقى عايز يثبت لنفسه لا او حتى بيقسمه استوايا حتى بيقسمه استوايا يقول لا انا لعيب نادي الاهلي انا احسن من الناس اللي في النادي الاهلي ليه النادي الاهلي مايبص ليش ليه النادي الزمالك مايبص ليش فكل واحد بيبقى حاططها بالشكل ده مزاي كان عندكم لقاء مهمة جدا من اسبوع تقريبا مع رونالدينيو طبعا مسألة اعلى ده للناس كنتم عايزة جيد مشهد كان عامل ازاي هو ادخل عليكم رونالدينيو طبعا انت 90% من الناس لو سألتهم مين مسألك الاعلى ايه حاجة من الجيل اللي طالع او حتى الجيل اللي قابله يقول لك رونالدينيو على طول فطبعا كانت حاجة بالنسبة لنا جبيرة جدا ان هو ييجي انا كمان شايف ان ايه حركة زكية جدا من الادارة حاجة مصر استفادت مصر كلها استفادت بيها ان هو ييجي وينزل ستوري ان هو في مصر وبوست وحاجات كده فطبعا دي يعني يتحرك السياحة في مصر وكلنا كلعيبة طبعا كنا مبسوطين جدا ان احنا نشوف واحد زي رونالدينيو نازل ان تحكي لي موقف في موقف حصل بينكم بين بعض بينكم وبين رونالدينيو في حاجة حصل في افئة اكيد يكون في النص دا وكان في صحفي وحنا في الاخر دا واضح انه كان مجاهز بس كانوا يتحاول بتتصور معاه طبعا ومش لحقين فهو تتصور معنا صورة كان هم عمليه قلونا هيجوا تتصور معاك وعلى جنب كل واحد يتصور صورة الواحد فانا فاكر كابتان احمد تمساح من الحكم بيحاولوا يتصور معاه مالحقوش وصحفي ورا بقى عملي اندهو يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو عصر اي حد عملي اعمل اي حاجة في الزحمة بقى بس مالحلناش دخل مع ايا وحد بقى دي جاردو وقفو وقل قللي تمساح قال له استنى رحمد التكبتر عملي تمساح قالوا استنى بس استنى عشان بس ايه وما ينفعش وتخش قال له انا الكبتر عملي تمساح يقول للجارد بتاع أحمد تمساح اه ده يعني دور ماندينيو يعني انا احباد انا بكلمك كابتن احباد اه بس دورة طب انت هديته كابتن احباد تمسيح ولا سيبته يتخالي لا ده ده انا محتاج يعني كتالوج عشان واحد يفهم دماغه وتمسيح ويتعامل معي يعني شخص هاته مخترمة جدا طبعا من الشخصيات الرائعة المخترمة اسألكو بمناسبة ان منتخبنا تحتقادة كديدة مع كابتن اهاب جلال رأيكو ايه في مستقبل منتخبنا ان شاء الله مع الكابتن اهاب جلال هو كل الواحد هيقدر اقوله ان كلنا لازم هنبقى في ظهر الكابتن اهاب جلال مدرب مصري من احسن المدربين المصريين اللي موجودة على الساحة دلوقتي طبعا فلازم كلنا نبقى سابورت لي يعني يعني واحد مصري واحد مننا واحد هيبقى فاهم اللعيبة اكتر من لما واحد لسه اجنابي لسه بيحاول يفهم اللعيبة يفهم طبع اللعيب المصري اللعيب المصري ليه طبع كده ايه مش اي حد يفهمه لازم واحد مصري زيه ودائما ومعظم المدربين اللي نكحوا مع منتخب مصري كانوا مصريين كابتن جاهر الله ارحمه كابتن حسنة شحاته فده انا دائما مع المدرب المصري انا شايفة كابتن في النقطة دي ان احنا محتاجين نسبر على الراجل شوية بصراحة يعني الناس باستنية الماتش اللي فاتن ان هو يخلص تعاد البقية طريقة عشان تطلع وتقطع وتعمل طب ليه نساعده وندي له فرصته بذات ان احنا بقى انا فترة كبيرة جدا مع مدربين بالدافع هو جايب بكرة مختلفة تماما كرة بقى الناس كلها عايزها ان انت تمسك كرة وتحاجم وكلام دي كله فلازم ندي الراجل يعني فرصة بس شوية اتفكر انك تبقى قريب للمنتخب في اي وقت من قوت؟ طبعا حلم اي لعيب ان هو يبقى قريب من المنتخب انت بتبقى كل اللعب يبقى حاسس نفسه انا جاهز ولا مش جاهز للمنتخب انت حاسس الوقت ان انت جاهز للمنتخب انا حاسس ان انا الحمدلله عندي مكاومات انا عادية بقى موجودة في المنتخب يعني الحمدلله اسمانيا وكل حاجة بس صراحة محتاج لسه بس يعني يشتغل على نفسه اكتر شوية والفرقة تبقى في مكان احسن تبقى فيه ثقة اكتر والكلام ده كله وما فيش اي حاجة بعيدة يعني اكيد انت كمان بقى بتموحك لا محدود ده بتفكر في المنتخب عادي جدا. ما فيش حد ما يفكرش وفعلا انا بفكر بس طبعا هنا في مصر المشكلة ان هما بيبصوا للسن. بيبصوش انت بتعمل ايه في الملعب. صح. يعني هما الناس لو بيبصوا انت عامل ايه في الملعب وسايبين الحكاية السن دي على جنب لا هيلاقوا لعبة كتير كويسة صح. هيلاقوا لعبة لكن انا من ساعة لما تصابت وانا عندي الثمانية وعشرين سنة اه يقولوا مكشة كبر. اه طب يعني عشرين سنة اه يا. اعمل ليه في نفسي طيب. طبعا عشرين سنة معروف عندنا في مصر بيبقى لعب ناشئ يعني مش عارف زكا وبرتور يعني. بالزبط اه 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 فهيقولوا مكشة كبر والسن ومش عارف ايه و ايه و ايه و داخل على التلاتين. صح. لا في ناس دلوقتي عبر الاربعين. بالزبط. يعني هو المفروض بيبصوا للعطاء في الملعب عامل ازاي? بالزبط. السن ده بس مجرد رقم. ابراموفيتش لسه ااخد دوري مع ميلا وعنده اربعين سنة. بالزبط. يعني هيعمل دوري اطالي كمان يعني. يعني انا من نوعية الناس اللي ما ما بعترفش بالسن. انا حتى لما حد دي يتكلم معي لا انا تشوف في الملعب اللي عامل ازاي بعدين ما ما تتكلمش سن معي في السن. بمناسبة ذكر ابراموفيتش يعني هو ااخد الدوري اربعين سنة عميلا وبعد ما خلص ده اقل له ما انا كنت بالعب الموسم كله انا عندي يرباط صديبي يعني. انا فدت اللي هو انت اي حاجة من الحاجات المكش يقدر يعملها دي. ممكن عادي او يخلص الموسم او يعني ما شاء الله عليه مقاتل كابتن احمد مكش شرفتني ونورتني انا كنت سعيد جدا بتواجدك معي وكل التوفيق لك ان شاء الله اكتر. شكرك كابتن يوسف شرفته ونورته دايما موفق. شكرك شكرا جزيلا.